السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله حيث نعبر عبر العصور الجيولوجية ونرى كيف تغير سطح الأرض مع مرور الوقت العصور الجيولوجية أولاً كان هناك عصر الحقبة البريمية حيث انبثقت الحياة الأولى في محيطاتنا رافقنا لنرى كيف تطورت الكائنات البسيطة وكيف تشكلت القارات الأولى عصر الحقبة البريمية هو جزء من الفترة الزمنية المعروفة باسم العصر البرمي بيرميان ويمتد تقريباً من 298 مليون سنة مضت إلى حوالي 252 مليون سنة مضت يأتي العصر البرمي بعد العصر الكربوني ويسبق العصر الثلاثي خلال فترة الحقبة البريمية شهدت الأرض تغييرات هامة في البيئة والحياة تميز هذا العصر بظهور الزواحف وتطورها بشكل كبير حيث أصبحت هذه الكائنات قوية ومتنوعة وغزيرة في الأحجام كما شهدت الحقبة البريمية حدوث تطورات في الحياة البحرية حيث ظهرت أنواع جديدة من اللافقاريات بما في ذلك الأسماك ومع ذلك انتهت الحقبة البريمية بانقراض جماعي كبير يعرف باسم الانقراض البرمي الثلاثي الذي أثر بشدة على العديد من الكائنات البحرية والبرمائية وقد ساهم في فتح الطريق لتطور حياة جديدة في العصر الثلاثي يعتبر هذا الانقراض من أكبر حالات الانقراض في تاريخ الأرض وكان له تأثير كبير على تشكيل التنوع البيولوجي في الفترات اللاحقة العصور الجيولوجية القديمة تمثل فترات زمنية هامة في تاريخ الأرض حيث شهدت تطوراً هائلاً في الظروف الجيولوجية والحياة تتنوع العصور الجيولوجية القديمة من حيث المدة والأحداث التي شهدتها وتشمل العصر البروتيروزويكي والعصر الأركيوزويكي والعصر الباليوزويكي خلال هذه الفترات شهدت الأرض تشكيل الصخور وتحولات جيولوجية هامة مما أدى إلى تكوين القارات والمحيطات بشكل أقرب إلى الوضع الحالي في العصر البروتيروزويكي تطورت الأرض إلى حالة أكثر استقراراً حيث بدأت الصخور الرئيسية بالتكوين وظهرت أشكال حياة بسيطة مثل التحالب والبكتيريا أما في العصر الأركيوزويكي فشهدت الأرض نشوء القشرة الأرضية القارية والمحيطية وظهور أشكال أكثر تنوعاً من الحياة البحرية في العصر الباليوزويكي تسارعت عمليات التطور البيولوجي وظهرت أنواع أكثر تعقيداً من الحياة بما في ذلك الكائنات البرمائية والبرية تشكلت الصخور الرسوبية بفعل التأثيرات البيئية المختلفة وظهرت الحياة النباتية على اليابسة هذه العصور الجيولوجية القديمة لها أهمية كبيرة في فهم تطور الأرض وظهور الحياة الأولى وتشكل جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الجيولوجي لكوكبنا تطور الكائنات الحية بعد ذلك نخوض في مرحلة الحياة الأحفورية حيث يمكننا رؤية التنوع البيولوجي المذهل وكيف تكاثرت وتطورت الكائنات البحرية والبرية مرحلة الحياة الأحفورية تعكس فترة تاريخية حيث ازدهرت وتطورت الكائنات البحرية والبرية وهي فترة تمتد على مدى مئات الملايين من السنين تشمل هذه الفترة عدة عصور جيولوجية مثل العصر البرمي والعصر الثلاثي والعصر الجراسي والعصر الطباشيري وكلها شهدت تطوراً كبيراً في تنوع الحياة أثناء هذه الفترة تطورت الكائنات البحرية بشكل لافت حيث أصبحت الحياة البحرية متنوعة وغنية ظهرت العديد من الكائنات مثل اللافقاريات والأسماك والرخويات والردسيات وتشكلت الشعاب المرجانية التي أصبحت موطناً للعديد من الكائنات البحرية في البرية شهدت اليابسة تطوراً هاماً أيضاً ظهرت الزواحف والحيوانات البرمائية التي اكتسبت قدرة على التكيف مع البيئة البرية وبدأت تتحول إلى أشكال متقدمة من الحياة البرية تطورت النباتات أيضاً حيث ظهرت أنواع جديدة من النباتات البرية تلك الفترة الزمنية شهدت تشكيل الأحافير والبقايا العضوية التي توثق تطور الحياة على مر العصور وهي مصدر قيم للعلماء لفهم تاريخ الحياة على الأرض وتطورها على مر العصور ظهور الحياة البرية في المرحلة التالية نشاهد كيف اندلعت الحياة البرية على وجه الأرض مع ظهور النباتات والكائنات الحية التي غزت اليابسة مما أدى إلى تغيير جذري في البيئة ظهرت الحياة البرية على وجه الأرض على مراحل زمنية طويلة والعمليات التي أدت إلى اندلاعها كانت تطورية ومعقدة يعتبر الانتقال من البيئة المائية إلى اليابسة تحولاً حاسماً في تاريخ الحياة فيما يلي ملخص لكيفية اندلاع الحياة البرية ظهور النباتات بدأت الحياة البرية مع ظهور النباتات على اليابسة النباتات كانت أولى الكائنات الحية التي استطاعت التكيف مع الظروف الجافة على اليابسة تطورت التحالب الخضراء الدقيقة في المياه الراكدة وتمكنت بعضها من النقل إلى المناطق الرطبة على اليابسة تأثير النباتات على البيئة قدمت النباتات فوائد كبيرة حيث بدأت تساهم في تثبيت التربة وتحسين البيئة اليابسة أنتجت النباتات الأكسجين خلال عملية التمثيل الضوئي مما أدى إلى تغيير تركيب الغلاف الجوي وزيادة نسبة الأكسجين ظهور الكائنات البرمائية تطورت الكائنات البرمائية الصغيرة التي كانت تعيش في المياه إلى كائنات برمائية أكبر قادرة على التحرك على اليابسة بدأت الكائنات بتطوير هيكل متخصصة مثل الزواحف والحشرات التي تمكنها من التكيف مع الظروف اليابسة تطور الحياة البرية مع مرور الوقت تنوعت الحياة البرية بظهور الكائنات البرية المتنوعة مثل الزواحف والثدييات والطيور هذا التنوع البيولوجي ساهم في تشكيل البيئات البرية المختلفة مثل الغابات والصحاري والجبال وأدى إلى تفاعلات بيئية يجسد هذا التطور الطويل والتدرجي للحياة البرية كيف تأثرت البيئة بظهور النباتات والكائنات البرية وكيف أدى هذا التطور إلى تشكيل البيئات الطبيعية المتنوعة التي نشهدها اليوم ظهور الإنسان أخيراً نصل إلى العصر الحالي حيث تطور الإنسان وأصبح لدينا تأثير كبير على البيئة والكوكب نتساءل معاً حول المستقبل وما يمكن أن يحمله لنا التاريخ المستقبلي العصر الحالي يعرف بالعصر الحديث أو العصر الراهن وهو الفترة التي تمتد من بداية العصور الحديثة حتى الوقت الحالي يتميز هذا العصر بتطور سريع في مجالات التكنولوجيا والعلوم وتوسع النمو السكاني وتغيرات كبيرة في طريقة حياتنا وتأثير كبير على البيئة والكوكب مع تقدم التكنولوجيا والعلوم زادت قدرتنا على التأثير على البيئة بشكل هائل يواجه العالم تحديات بيئية متزايدة مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتلوث المياه والهواء يطلب من الإنسان اليوم التفكير في استدامة أسلوب حياته واستخدام الموارد الطبيعية بشكل أفضل للمحافظة على البيئة ومواجهة تحديات المستقبل من الممكن أن يحمل المستقبل تطورات إيجابية مثل تقنيات جديدة للحفاظ على الطاقة والموارد وتحسين أساليب الزراعة والإنتاج لتقليل الضغط على البيئة في المقابل يتعين علينا أيضا التفكير في كيفية تقديم حلا للتحديات البيئية الحالية والمستقبلية إدارة الموارد وتشجيع التنوع البيولوجي وتحفيز التعاون الدولي في مجال حماية البيئة هي أمور حاسمة لضمان استمرارية حياتنا على هذا الكوكب التحول نحو مستقبل أكثر استدامة يتطلب تفهم عميق للتأثيرات البيئية لأفعالنا واتخاذ قرارات مستدامة للمحافظة على صحة واستدامة الكوكب للأجيال القادمة ختام إنها رحلة مثيرة وممتعة عبر مليارات السنين حيث يتغير وجه الأرض وتتطور الحياة نأمل أن تكونوا استمتعتم بهذه الرحلة معنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليقاتكم لمزيد من المواضيع المثيرة إلى اللقاء في مقطع آخر على قناة هل تعلم حقائق في دقائق